السلام عليكم إخواني أخواتي كيف حولكم؟ إن شاء الله بخير السلام وصحة لجميع رمضان لكم كريم إخواني أحب أن ننظر على هذا المنشور في مجموعة جالية السورية في الجزائر وهذا المنشور أكبر دليل على أن هناك السوريين لما يبينوش الوحمة السوريين لما يبينوش نشاطاتهم أكبر دليل بأنهم يسافروا بكثرة إلى الجزائر وأهدافهم هي الجزائر السؤال الذي يطرح يعني وشي اللي خلاهم يجول الجزائر مش عغل السوريين رأهم كامل عرب يعني جنسيات المشارقة مش يقولوا مشارقة حتى الأجانب يعني بكل جنسياتي هل يرم يجول الجزائر مع أن الجزائر يعني ماش دولة متطورة ولا عندها كما أوروبا ولا أمريكا ولا وكامل حسي يجول الجزائر والله هناك أسرار وأسرار وأسرار ولكن عندي فرضيات ربما نجاوب على هذا السؤال أولا يا أخواني أخوتي نقرأ المشورة بنوعلق عليه قال لك موافقة دخول ليبيا تيكت طيران من دمشق أجل حتى الشام إلى ليبيا وثم إلى الجزائر من أربيل إلى ليبيا ثم الجزائر من تركيا إلى ليبيا والجزائر من لبنان إلى ليبيا والجزائر من السودان إلى ليبيا والجزائر من الأردن سعودية مصر إلى ليبيا والجزائر يعني هؤلاء كل السوريين ساكنين في تلك البلدان وكذلك حتى أصحاب جنسية تلك البلدان منهم أكراد يعني أربيل وغير ذلك كلهم وجهة تحمل جزائر يعني من بلدانهم إلى ليبيا يعني يجوا بالطيارة لكن من ليبيا إلى الجزائر كيف يدخلوها؟ بالطبع تهريب يعني هناك شبكات تهريب يعني سورية جزائرية ربما يدخلوا فيهم وفيها أموال وغير ذلك يقولون لا إخواني أخوتي يعني ربما يدخلوا للزير يعني كراموا يدروا هذا الإعلانات يعني ربما يدعوه راي الناشطة دعوه راي الناشطة بزنيس كين المهم إخواني أخوتي يشوفوا تعليقات التعليقات هل تشوفها هذا قال لك من لبنان هذا من العراق هذا من الأربيل هذا من كل جنسيات واحد من مصر يعني من كل جنسيات يعني هذا اللي خلى كثير من الناس تطرح أسئلة يعني نقول لك هذا وش شيء اللي خلاهم واثنين صغر كم التكلفة هذا قالوا دمشق لجزائر عائلة ثلاثة كبار واثنين صغر كم التكلفة يعني ها حتى عائلات شو التكلفة من الشيء إلى جزائر الشخص ها تشوف في فيزا من عراق مباشرة إلى جزائر ولا ما في من ليبيا إلى جزائر ها تشوف شو التكلفة لبنان يعني واحد ما عنده وش يقول يعني يعني شوف السؤال الذي يطرح يعني وش شيء اللي خلاهم يجو جزائر جزائر يعني فيها حتى حاجة يعني تجذب حتى حلال العالم البطالة يعني حتى الشباب جزائر وكرح يتوب ولا يتمنى يخرج من جزائر يروح لأوروبا ويسافر يعني وش الشيء اللي خلت جزائري يعني جزائريين يخرجوا من البلد والأجانب حسوا يدخلوا للجزائر والله شيء غريب يعني تساؤلات تطرح وأحيانا واحد ما يسمش لها جواب ولكن عندي فرضيات على الأجوبة على السؤال هذا الذي طرح فرضيات وأجوبة ما يشعرف نقوله إذا صح أمنا يعني من الأول الأسباب التي خلت هؤلاء من أجانب يعني يقبلون عن الجزائر هم أشبه النساء الجزائريات المتحررات يعني خرجت عن الدين وعن القيم وعن الأخلاق وأصبحت تفتح علاقات مع المشارقة المتحررات وغير ذلك وحتى الأسر الجزائرية وغير ذلك المنبطحين اللي رأهم يرأوا على أحبب الأجانب أشبه الرجال الطحانين يعني هذوما عنصرين أولا أشبه النساء الجزائريات هؤلاء اللي رأهم يدروا علاقات مع المشارقة اللي هي مستعدة تجيبه من طرف الدنيا يعني مهم هي هدف حتى تتزوج وخلاص تلصق في أي إنسان المهم تتزوج مش تتزوج تتزوج تتكاثر مع مع أي ذكر ما كان يعني يعني أنا عمري ما شفت لا بوآ تبع في الضباع ولا تبع في كلب ولا تبع في يعني تبع في الذيب ولا يعني عندها أسد النوع الأسد هي اللي تتكاثر معه باش تحافظ على النوع لكن أصناف تلصقنا هذو أشبه النساء تتزوج مع أي صنف يعني بأي صف بأي ملة ولا دين يعني ما هيحبسها حتى وحد يعني خرجت عن قيم عن الدين على الأخلاق يعني تتزوج بسوري بلوبناني مهم يهمها ولو مهم دير علاقة معه وتتزوج معه وبعد تفتح قنات بدأت تزوج به وقدام البنات تقول هم أنا بتزوجت بسوري ولا بلوبناني ولا بعراقي ولا هو ملة وما يشعر فقاك في ملة إذا مسلم ولا مش مسلم شيعي مشرك شيعي ولا ماجوسي ولا أحباش ولا لبناني يعني من أحباش أو قاديانيين أو يعني هناك طوائف في المشرق العربي طوائف غير مسلمة أصلا موش مسلمين أصلا علماء حكموا عنهم أهل السنة حكموا عنهم بأنهم غير مسلمين ولا يجوز زواج بهم أما توعناه والله ما على بلها لا بالدين ولا بعلماء ولا بقيم ولا بأخلاق ولا أي شيء مهم تتزوج وخلاص يعني هذا النوع من النساء خطر خطر على مجتمعنا خطر على النسيجتنا أي خطر على البلد يعني اتخيلته هذا الصنف يعني يرى منهم بزيف يعني بلد راح تروح فيها يعني بعد عشر سنين تروح فيها البلد يجيب لك البلد يعني يجيبهم كل أصناب تدخلهم هنالتزير تدخلهم هنالتزير وتزاوجوا بهم يعني يوديون أجال أبقهم أجانب ومن كل دين ومن كل ملأ وتولي خالوطة هنا في الزير وتولي أكثر من سوريا وكثر من لبنان وحروب طائفية وديماء وهكذا وتقسم الجزائر هذه هي لهذا المرأة صراحة صعبة لما توطى لها تحرر وعقلية تحرر وما يحبسوا يحررها باش يخترقوا مجتمع جزائي باش يزوجوها بالأجانب باش يخترقوا مجتمع جزائي هذه هي صراحة هذه الأشبه النساء الجزائريات فيهم ديفو يخلي هؤلاء الأجانب هؤلاء يجوا لدزير مش يحبو يجيز حف يفعل أي طرق باش يجي لدزير لأنها مستعدة يعني مستعدة تجيبو تتزوج به وتزيبو تخدم عليه وتتسكنه عندها يعني يعيش آلازة يعني هذه من الأشياء اللي خلتهم يقبلون على الجزائر يعني الجزائر من فيها حتى شيء يعني مثل أمريكا ولا أوروبا يعني لكن تلقيهم يقبلون على الجزائر هذه الأشياء اللي تخليهم يقبلون على الجزائر لأن هناك صنف من النساء تافهات مباطحات غبيات مستعدة للتزوج مع أي نوع من البشر ما يهمها لا دين لا ملالة أي شيء وتخدم عليه وتسكنه وتدله كله شو مهم تتزوج به برك؟ تتزوج به زيت على ذلك إخواني أخواتي هؤلاء يعني مشارقة خصوصا سوريين كان يجوا عن طريق الاستثمارات أو لما يجوا عن طريق الاستثمارات يفتح يعني مطعم ولا يفتح أي حاجة يعني المناصب الشغل التي يفتحها يعني مشي مستثمرين هؤلاء المشارقة يعني من عوامل الجذب لهؤلاء المشارقة أنهم يفتحون المناصب الشغل لمندل المشارقة آخرين لسوريين آخرين يعني يخدموهم يعني الجزائرين ما يخدمش معهم لهذا يكون طلبات عمل يعني طلبات كثيرة عليهم لهذا هؤلاء المشارقة يجوه هنا للجزائر لأنه عمل يطلبهم ولما يعمل وتكون عنده شهرية يعني ينويزواج ويتزوج بجزائرية وتخدم له كواتو يعني عامل كاين وهو كاين المنبطحة التي تصرف عليه وتخدمه وتسكنه وتطع له كل شيء يعني حياة الملوك ولا لا إخواني أخواتي حياة الملوك وشيء الثلاث إخواني أخواتي يعني هؤلاء يعني لا مللا لدي كاين منهم شعاء كاين منهم صراحة لاحظ بأن في هذه الفترة أخيرة بعدما أحدث سياسية وغير ذلك يعني شفنا إقبال كثير من سوريين يعني علويين ودروز يعني موش مسلمين أصلا وجيوا أبوها مسلمين ويتزوجوا بنات بلادنا يعني هذا أمر خطير أمر خطير يعني يجب يكون هناك مراقبة مشددة عليهم ولكن الأخطر من هذا هناك زواج سري يعني حتى لو كانت دولة راقب فأن هناك زواج سري رايز يزيد يعني تخيلتما زواج سري في كل عام يزيد كل عام مياه كل عام مياه يعني بعد عشر سنين ولو مئة ألف هذهك مئة ألف قادة لا تضغط على الدولة باش ينحوا القانون ويرسمونهم زواج ويعاشوا قانون هو في الصفهم همتو يعني يعني هذا هو الخطر يعني حتى واحد راقب يقوم بدوره خصوصا هؤلاء هؤلاء اللي راقب يقرأوا الفاتحة هذو يعني ما مش مراعين بخطر تشي راقب يديروا فيه الزواج سري بالفاتحة وهؤلاء الأباء اللي راقب يزوجوا ابناتهم لمن هبه وتب مثلا هذك السور اللي هضروا عليه في النهار يعني هضروا معاه جماعة يعني سب الجزائر وسب الإسلام باهم لما هو مش مسلم يعني أكتوف لهذا أمره في غاية الخطورة يجب التنبه له واجتمع ناره مهدد ويجب المواجهة تلك الظواهر وأمر الثالث وأمر الرابع إخواني إخواتي يعني يرى يزيد بزاف الهجرة إلى الجزائر كذلك لأجل يعني يخدموا هنا في الزير وبعد ذلك يروحوا حرقة حرقة فتحة أبواب بتاع الحرقة من أوروبا الأوروبا يعني السوريين و يعني مشارق مشارق عربي يجو مننا يروحوا الوهران من الوهران يروحوا دير تحرقة ولا العنابة يروحوا العنابة يروحوا حرقة لأوروبا أو لطاليان حتى مصريين ويجووا العنابة ويحرقوا من العنابة الطاليين المهم أنا أرى بأنه ظاهرة يزداد تسفر إلى جزائر وكل واحد هدف يجب تنبه إليها وخلاص يجب تنبه إليها هذا ما عندي إخواني والسلام عليكم اشتركوا في القناة